فيه باء مادة 11 الغش هنا الغش سبب بطلة والحقيقة ناسي الغش هنا احنا فتحنها ما قلناش الغش لكذا او كذا او كذا او كذا ليه؟ افرض مع الزمن ظهرت امور جديدة الناس تغش بيها اين كان مش عارفنا ايه اذا اخفى شيء فهو غش اذا اغير شيء فهو غش مثلا المواهل ليش البكارة ليش ما قلناش البكارة هنا انها لو لم تكن بكرا دلتني حقوق انسان وحقوق مرأة وانقش في دوامات فذكراه هنا حيتعارض مع مواثيق اخرى ومع ثقافات اخرى لما في العقد مكتوب ايه؟ فلان البكر طيب مكتوب انها البكر هو اكتشف انها مش بكر غش احنا ما قلناش مكتش بكر هنا نعمل غش الغش انها عندها امراض واخفت غش الغش في السن غش الغش في المؤهل غش في الوظيفة غش اني يفتك اكيد فكر القصة بتاعت الشخص اللي كان قالنا انا اكاديمية بحرية اه اكاديمية بحرية وهو اصلا عنده محل بيشتغل في محل والده فده يعتبر غش يؤدي الى البطلوان طبعا اصل اي معلومة تحطت وتكتبت والطرف وعلى فقر والطرف الاخر ممكن نزهق منه لسبب تاني بس يمسك في لي هنقول له ايه انا لسه عارف طب انا عارفت من شهرين وهو يلاسي بيشتة شهور فلأ هنا الغشي متسابق مفتوحة ودي توري ابونا من فضلك تكتبش معلومة مش متأكد منه من غير مستنف افرد ان ابونا الشخص ده ما جابش حاجة تشبت ان هو مهندس في شركة كازر خلاص وما تكتبش عمله ايه هحط شرطة اشطب على البند ده انه ما قالش انه موظفته ايه والبنت حتمدي والله خلي بالك يا بنتي هو ما جابش اسبات لشغله فلا ما قدرتش اكتبها لو طلع بقى حاجة تانية مش هميش من حقك بطلان انت ماضية الحرص التدقيق عشان ابونا نمنع الغش وهي ما تقدرش تطعن وتقول ده بطلان للغش عشان ضربها قلم على وشها في مرة من المرة وما تبقاش انت شريك في المسئولية في موضوع الغش تمام بعد كده جاية الموضوع ده وانا المادة جاية سياغة الحرقية جدا ادمان المواد المخدرة المزمن والمؤكد السابق للزواج ده اصلا احد موانع الزواج وهو فده موجود في المادة الخامسة من موانع الزواج بس هنا دفنالها تحبيشة كده ايه التحبيشة دي اولا ادمان المواد المخدرة المزمن يعني ايه بقى له مد مش يوم الفرح وقت شاب بدحك عليه قال له خد بس يا ابني مش عارف دي وهيس ومبسط ده مش مزمن نمر اتنين المؤكد كلمة المؤكد يعني فيه شهادة طبية وتحليل طبية بتقول انه هو مدمن مش ادعاء انه مدمن نمر الثلاثة السابق للزواج اذا عشانا ااخد بيه كسبب للبطلان مزمن مؤكد سابق فانا برضو بحطها قدام المشرع وبحطها قدام ابونا اللي هيصرح بالزواج ابونا هو موت بالنعم بس يتتأكد انه مزمن انه مؤكد وصابق للزواج تمام كده دي المادة الاولى من الجزء الخاص بالبطلان الاسباب كلها الاثناشر سابق ندخل بقى على المادة اللي بعد كده اللي بتتكلم على المدة اللي فيها نقوم الدعوة دي يعني يقولك لا تقبل دعوة البطلان بعد انقضاء ستة اشهر ميلادية من وقت علم رافعها بسبب البطلان طبعا في معادة بعض الحاجات يعني دي مش في المطلق يعني في بعض الحاجات اللي هو سبب يعني مثلا البنت اكتشفت شيء امتى اولا بعد الاكتشاف انما فيه اسباب تبطل بغض النظر عن المدد زي الزيجة المنعة ده ان شاء الله بعد عشرين سنة اكتشفت اولا يجوز فيها صلح زي ما قلنا قبل كده ولا فيش فيها صلح واضحة ربط القلوم ببعضه بقى يعني ففي الحاجات اللي هي المواد اللي قلناها دي كلها يبقى لازم انت تبقى بعد معرفت بستة شهور طب ليه عشان ميبقاش زعلة لأي سبب يقول ده كانت ده كان يعني سوري يعني ما كانتش بنت طبو انت معرفتش يوم الجوازين ما كانتش بنت بقى انت وكان يقولي كده فكرة في المجلس بعد اربع خمس يقولي ما كانتش بنت طب ليه ما تحركتش وقتها انا بقولك اللي ما تجرحوا مش عايزة اقولها يعني انما في الآخر لا ده مش سبب انت من يوم معرفت اقصى مدة تقدر تتقدم فيها تبقى ستة شهور وإلا ده يعني رضاك عن الوضع وإذا انقضت المدة دي ما يقدرش يرفع ما يقدرش يبقى نهائي وبعدين برضو بمدة ستة شهوري ناسي هي مدة كافية للتفكير ما انا كمان عايزة اقوله يعني المدة مش يحتاج اكثر بستة شهوري يفكر يسيب ولا ما يسيبش يتردد ولا ياخد قرار لا اعتقد بتبقى مدة كافية جدا لهذا الامر وبقف للذريعة انه يستقدم سبب البطلان للتهديد لحجة وهو عنده اسباب اخرى في المشاكل بد